السلام عليكم ازايكم احلى متابعين في الدنيا معاكم عبير من قناة منوعات بوتة وحكايات عبير في البداية احب اقول لكم كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم علينا وعلى الامة الاسلامية كلها ويا رب يا رب نخرج من رمضان دوت وربنا غفر لنا كل ازنوبنا يا رب اللهم امين عايز اقول لكم فيه ستة حاجات لو بتحصل لنا في حياتنا فلازم نتأكد ان ربنا فرجوا قريب بس قبل ما اقول لك الستة حاجات دول ليه عندك طلبين الطلب الاولاني ان انت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتاني تكمل الفيديو معايا للاخر خلينا اقول لك لو ان كل يعني لو انت عامل كل اللي عليك وقريب جدا من ربنا ودعيته كتير جدا واخدت بالاسباب بس تحاسس ان حياتك صعبة ومليانة هموم ومشاكل ومش عارف تعمل ايه خلينا اقول لك ابشر فرجوا قريب واول حاجة لما تحصل لك في حياتك وتطمن منها وتفرح وتعرف ان ربنا فرجوا قريب ان مشاكلك تكون بتزيد ايوة ان مشاكلك تكون بتزيد وتضيق عليك جدا وانك تحس ان اليأس تمكن منك وتتقفل كل البيبان في وشك وكل الطرق اي طريقة ممكن تحل مشاكلك بتلاقيها تقفلت يخزلك اقرب الناس ليك ويتخلى عنك البلاء يزيد ويزيد عليك حتى بعد الدعاء طبعا كلامي غريب شوية بس استنى ما تستعجلش كمل الفيديو معايا وهتشوف ان ربنا فرجوا قريب وان انت من قلبك استبشر واسمع كلامي الامام الشفى اللي بيقول ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرجوا واخدين بالكم من استحكمت يعني قفلت خالص واليأس تمكن منه يعني مفيش فرج مقرب منه وكان بيعتقد ان مفيش امل ولا مخرج ففرجت لما اشتدت واشتد عليه القلم واشتد عليه الظروف والمشاكل فرجت وصدقني عليك قوي اعرف انها هانت قربت لما تزيد المشاكل وتتعقد لما تتقفل كل اللي بيبان في وشك افرح وابشر واصبر واحتسب وادعي وادعي وانت على يقين من الاجابة مهما كان اللي بيحصل معاك وانسى الواقع بتاعك خليك متأكد ان ترتيبات ربنا هتجيلك في الوقت المناسب وكمان هتفوق كل توقعاتك وهتبقى اكبر من اي حاجة كان نفسك فيها وكان نفسك تحصل لك هتلاقي ربنا وسعها عليك وفرجها عليك من اوسع ابوابه ربنا علم بحالك وعارف انت نفسك في ايه اكتر حد علم بحالك هو ربنا كل ده هيحصل لما تصق في ربنا وتتطمن وتتأكد ان فرج ربنا قريب وتصق ان رب الخير لا يأتي الا بالخير خلينا اقول لك ابشر كل ما تديق عليك ابشر بفرح وفرج قريب في قصة معايا جميلة قوي عجبتني وان شاء الله انا متأكدة ان هي هتعجبكم قصة العيش والملح كان فيه تاجر كل يوم بيروح المطعم ويتحطروا الاكل وياكل ويسيب نص الرغيف كل يوم يسيب نص الرغيف فواحد من اللي بيشتغلوا في المطعم رح له وقال له انا عايز سألك سؤال هو انت ليه بتسيب نص الرغيف ده كده حرام ان انت تسيب نصه قال له انا كل يوم بسيب نص الرغيف عشان بدور على واحد امين صديق ليا ياكل النص الرغيف التاني ويصون ويعرف امته بدور على صاحب ليا يعرف يعني ايه عش وملح رد الراجل وقال له طب انا قدامك اهو قال له اعد واكل النص التاني قال له هتبقى قد الأمانة قال له اه هبقى قد الأمانة وفعلا الراجل قعد واكل مع نص الرغيف التاني والتاجر في اخر اليوم اتصل بيه وعزمه على العشاء وفعلا رح له الراجل يتعش عنده وولدته رحبت بيه وقامت معاه بواجب كبير وفي نفس القعدة شاف بنت عم التاجر دوت فاعجب بيها فطلب ايدها منه وقال له روح واسألها وان كان كده يبقى ايه لينا نصيب مع بعض فالتاجر قال يعني التاجر من جواه هو كان بيحب بنت عمه بس قال انا هسألها ولو كان ولو كانت موافقة يبقى هما الاتنين خلاص ليهم نصيب مع بعض وفعلا وفقت وتجوزها وربنا قرامهم وسافروا برا والراجل حاله تيسر جدا وعمل صروة كبيرة وبنى قصر حلو في نفس الوقت التاجر ده ظروفه بقت صعبة وحواله تبدلت وفتقر جدا وبقى مش لقي اللقمة اللي هيكلها وبقى بيبقى قاعد في الشوارع وهدومه حتى هدومه متبهدل فسافر وقال انا هروح لصحبي اللي اكلت معاه عيش وملح عشان يسعيد وفعلا راح لصحبه لان صحبه ده باني قصر كبير والقصر ده فيه حراس كتير وفيه خدم كتير فطلب من الحارس اللي برا قال له انا عايزة قابله وقال له على اسمه غاب الحارس كده بتاع نص ساعة وارجع له تاني قال له معلش هو مجغول وهيقابلك في وقت تاني وبعيت لك الكيس ده الكيس ده مليان فلوس فالتاجر راح واخد الفلوس ورح رميها في وشه وسبه ومشي وبعد ما سبه ومشي فضل في الشوارع برضو نفس الحالة اللي كان بيها قبل كده وفجأة لقى راجل كبير رايح له وبيقول له ما لكن تقهد كده قال له انا مش لقي شغل ومعنديش فلوس وحتى مش لقي اأكل نفسي قال له طيب انا سن كبير وممكن تتاجر معايا وتشتغل معايا وفعلا اشتغل معايا وتاجر معايا وحالته تحسنت جدا وفي يوم من الايام رحيت له ستة كبيرة وقالت له انت قاعد في القصر ده الوحدك القصر ده كبير واكيد انت عايز حد يقعد معاك ويخدمك انا هاجي كل يوم اعمل لك اكلك وشربك واخسل لك ودومك واروح اخر اليوم وتديني اللي فيه النصيب قال لها طيب وافق وفعلا اشتغلت عنده وبقت تروح اخر اليوم فضلت على الحال ده خمس سنين فجات وقالت له ان انا دلوقتي سني كبر ومش افضل عايشالك انت محتاج واحدة تتجوزها علشان تشوف طلباتك لاني انا مش عايشلك العمر كل وجابت له ست جميلة وعجبته وتجوزها وفي يوم فرحه لقى صاحبه جاي الفرح فطبعا اتنطط وامن على الكرسي وراح يقول له انت ايه اللي جايبك انت خاين العيش والملح وبيطرده قال له استنى بس اسمعني انت لما جتلي القصر انا محبتش بنت عمك تشوفك وانت متبهدل لانها كانت بتكلمني دايما عنك وعن لبسك وعن حالتك وان هي فخورة بيك فانا محبتهاش تشوفك بالصورة دي ولا حبت انا كمان اشوفك بالصورة دي فدتلي الحارس الفلوس عشان تجيب لبس وترجع تقابلني تكون في منظر كويس بالنسبة لنا ومش محرج لبنت عمك بس انت عايزت نفسك خلتك تسيب الفلوس وتمشي عايز اقولك ان الراجل الكبير اللي شاركك ده ابويا والست اللي كانت بتجيلك تقديلك طلباتك دي امي انا اللي بعدتها لك والست اللي انت اعجبت بيها وجوزتها دي اختي الراجل اتصدم قال له طب عملت كده ليه قال له عشان انا صين العيش والملح اللي اكلناه سوا طبعا دي قصة من خيال مؤلف بس ده واقع واقع بنعيشه كل يوم بنقابل ناس بتصون العيش والملح وبنقابل ناس بتخون العيش والملح عشان المصلحة فياريت تصون العيش والملح وبلاش تجو على بعض مش عايز اقولك قدي ايه العيش والملح هم حياة البني ادم وستره لو عجبكو الفيديو اعملولي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان توصل لكل الناس وياريت اللايكات عشان اللايكات بتعلي الفيديو واشوفكو في فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته